النهار ده في الدولي برضو بيرامدز والاسماعيلي مباراة في منطقة القوة الاسماعيلي عمل شوت اول اللي فرج على المباراة شوت اول عظيم جدا ويوقع النور اللي في رأيي واحد من افضل المحترفين الاجانب في الدولي المصري سجل هدف الاول وهدف التقدم الاسماعيلي في الديئة 12 شوت اول مثالي للاسماعيلي مثالي الشوت التاني تغير الحال تماما وسيطر بيرامدز طولا وعرضا عبدالله السعيد تعادل من ضرب الجزاء في الديئة 66 و60 ضرب الجزاء في نص المرمى في نص الجول بعد كده فخر اللقاء بمهارة كبيرة جدا سجل هدف الفوز لبيرامدز في الديئة 86 طبعا تضرر الاسماعيلي جدا من طرد محمد هاشم في الديئة 41 وبرامدز برضو طرده لعب بس في نهاية المباراة كان بلاتة توريه في الديئة 90 مباراة مصيرة جدا اسماعيلي يعاني معاناة كبيرة جدا وبرامدز في صدارة الترتيب وبرامدز منافس قوي جدا للدور الموسم ده هتصور انه ده اكتر موسم هينافس فيه بيرامدز بجدية هو الموسم ده الموسم اللي فات كلها هو بيحاول يقرم من الصدارة بس السنة دي لا هيبقى منافس صعب جدا على لقب الدوري اشتركوا في القناة